السلام عليكم اليوم راح نحط جبنة الموزاريلا بالماء المغلية فكرة كتير حلوة وكتير مهمة وموفرة جدا تابعوني من بداية الفيديو لنهايته لحتى تستفيدوا بداية عندي 3 اكواب من الماء مباشرة راح انتقل فيهن على النار بس يسخن عندي الماء منحط نصف كوب من السكر وملعقتين من ماء الزهر او طبطين متل ما شفته وبس تبلش تعطينا هالفقاعة الصغيرة مننزل فيهن جبنة الموزاريلا فينكم تنزلوا فيهن كوبان من جبنة الموزاريلا او فيكن تنزلوا كوب بس كل ما زدنا نسبة الجبنة كل ما اعطتنا مطة كبيرة راح نحرقوني شوي منرجع مننزل كوب ونصف من السميدل او سميدل فرخة يلي منعمل فيه بالعادي البسبوسة استخدمت هون انا السميد النعمة راح نحرقون كل اياتهم بقلب بعد رائحة المزهر احبائي مع الجبن والسكر والسميدة اعطتني ريحة زكية جدا وكتير طيبة وصلت لهيد المرحلة متل ما شايفين انا مستمرة بالتحريك على نار هادي طريقة جدا سهلة ما فيها تعقيدات ابدا ابدا وهلا بتشوفوا شو راح نعمل بهيدي العجينة الاكتر من رائعة انا متأكد كتير من الصبايا والسيدات عرفوا انا شو عم بعمل وفي الناس بعضهم عم يتساءلوا شو عملتي وشو هادي العجينة وشو ممكن نعمل فيها هلا بتشوفوا حطيت العجينة على جنب بصحن متل ما شايفين حطيت نايلون غزائي وجبت العجينة هي ودافية وبلشت مدة بهيدا الشكل انا هوني عملت عجينة حلاوة الجبن هادي العجينة اللي منستصعبها كتير ومنقول انه كيف بتنعمل وصعب نعملها بكل بساطة هادي هي عجينة حلاوة الجبن حتيت ورقة زبدي فوقها وبلشت اني اعملها بالشوبك او بالنشابة بهيدا الطريقة احبائي لحتى مدة كليتا هوني عندي القشطة البلدية انا عملت عائدة رح فرجيكم بنهاية الفيديو كيف عملت هادي القشطة البلدية اللي بقدر انا اني اعمل فيها حلاوة الجبن تابعوني للنهاية لفرجيكم كيف طريقة عملانا وكمان رح فرجيكم طريقة عملان القطر او الشربات لهيك انواع من حلويات سهلة جدا ومنقدر نعملها بالبيت بعد ما مدات متل ما شايفين العجينة بشرت بوضع القشطة بهيدا الشكل بصير بمدة بهيدا الطريقة هادي هي طريقة حلاوة الجبن احبائي لكل الصبايا وللسيدات يلي عم يتساءلوا كيف نحنا منقدر نعملها بطريقة اقتصادية وبطريقة جدا سهلة ولا ابسط من هيك طريقة بمكونات جدا بسيطة بهيدا الطريقة منصير منلفها شوي شوي لحتى نحصل على حلاوة الجبن ونرجع منقطع بهيدا الشكل وهيدي عندي تقريبا صارت جاهزة بس بانتظار انه نقطع رح شيل على هيدا القطعة هلا وحطها على جنب بنفس الطريقة احبائي رح نرجع نعمل الباقين هحطها هيدا عجنب طيب سؤال هل هيدا العجين اللي انا عملتها بقدر اني احتفظ فيها بالبراد يعني طبعا بقدر احتفظ فيها من دون قشطة وبعدين بعملها لا اكيد لا لانه نحنا عم نشتغل بجبنة المزارلة هون ما عم نشتغل بغير انواع جبنة لانه وقت نروح على محلات الحلو ونطلب هيدا العجينة بتكون محطوطة بالبراد بحطولها مواد تانية اكيد مش مثل الجبنة اللي نحنا بنشتغل فيها يدويا بقلب البيت او بمعنى اصح مش مثل الطريقة البيتوطية اللي بنشتغل فيها بالبيت هيدا نحنا طريقتنا بعملين حلاوة الجبن بقلب البيت طبعا مش مثل الطريقة التقليدية او مثل الطريقة التجارية اللي بيشتغلوا فيها بالمحلات يعني متل ما شفته كمان بهيدي الطريقة بيشارت بالتقطيع يعني فينا نحنا نعمل الكمية اللي بدنا إياها ونرجع نحتفظ بحلاوة الجبن بالبراد لتاني نهار مثلا بس بيكونوا محطوط بقلبهم الأشطة وجاهزين بقلب البراد للأكل وهيدي هي حلاوة الجبن وهلأ عم زينا بالفسق الحلبي خليكن معي لحتى فرجيكن على طريقة الأشطة عندي لتر من الحليب أنا إجمالا بشتغل بالحليب البودرة لأنه حليب السائل صعب إنه نحصل عليه فالحليب البودرة دايما بيكون موجود عندي فأكتر الأسئلة بتجيني منقدر نشتغل بالحليب البودرة أكيد بتقدروا تشتغلوا بالحليب البودرة حتت لتر من الحليب وبس سخن حتت إصبعتي بس سخن الحليب وقدت إتحمل الحرارة حتت نصف كوب من الخل الأبيض بقدر استغني عن الخل الأبيض بليمون الحامض نصف كوك كمان بيمشي الحال منحرك أقل من 3 دقائق بيفصل عند الحليب ومنوصل لهيد المرحلة وبدي قول ملاحظة كتير مهمة كل ما ضفنا حليب البودرة زودنا زيادة على الماي بتعطينا دسامي أكتر وقت نشتغل بالحلو ونكون بدنا نعمل الأشطة أنا دايما بزود كمية الحليب لحتى أحصل على كمية أريشي أو أشطة زيادة هيد من الأسرار اللي لازم طبعا تعرفوها وأنا مثل ما شفت واضحة جدا وما في عندي ولا شي مخبة وكل شي بحب أني إنقلكونية بوضوح وبكل أمانة وهون عندي صاروا جاهزين هلا بيمصفية على جنب بصفيهم مثل ما شايفين بهيدا الشكل على فكرة هيدا الميات اللي نزلوا نحنا ما منكبهم ما منرميهم منقدر أنه نعمل فيهم مخبوزات مثل القروسون أو حتى المناقش بسرعة بيخمروا وبيعطونا نكهة جدا رائعة للعجينة رح شيلهم هلا حطهم على جنب هون عندي صارت الأريش جاهزة رح حطها على جنب ورح باشر بالخطوة التانية فيكن تعملوا هيدا الخطوة أول شي وبعدين تعملوا الأريش اللي بيتلقوا مناسب لكم حطت نصف كوب من الحليب نزلت على ثلاث ملاعق من النشا ونصف كوب من السكر هلا السكر فيكن تلغوه مش ضروري تحط السكر أبدا بس أنه حبت أنه يحط السكر لا لأنه مش كل الناس قادرة أنه تعمل الأشطة البلدية كاملة يعني فمنقدر أنه نستخدم بس هيد الأشطة هون عم بعمل الأشطة الكذابة بإضافة السكر هيد الأشطة الكذابة اللي بيستخدموها محلات الحلو بالقطايف هاي اسم الأشطة الكذابة وقت تبرد منقدر حتى نستخدمها بحلوة الجبن بس لحتى طعتوا حلوة الجبن حقه ساعتا منضيف هيد الأشطة وهيد القريش اللي أنا جهزتها فوق الأشطة الكذابة اللي أنا عملتها ومنخلطن كل عياتهم بقلب بعض مش اشكال تكون عندي القشطة الكذابة سخنة ابدا نخلطهم كلهم بقلب بعضهم ننطرهم لحتى يبردوا متل ما فرجيتكم ببداية الفيديو بتصير عندي قطيب وقلاز قشطة بلدية ممكن تعملوها بالبيت عائدكن بطريقة جدا سهلة فينا حتى نعملها وناكلها نحط عليها العسل مع الفستو الحلبة بتطلع جدا رائعة هلأ كما نبدي فرجيكم على طريقة القطر حتى تكوب ونصف من السكر وكوب واحد من الماء ما بدي كتر كتير قطر وعصرة خفيفة من ليمون الحامض واخر شي من حط ماء الزهر وهيدي النتيجة النهائية احبائي ما تنسوا تخبروني حضراتكم من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو هيدا الموضوع بيسعدني جدا خبروني اذا بعد كن مستمرين معي لهم وبسرع عملولي كتير شير لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس هيدا النتيجة ان شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوا فكرة اليوم انا هلأ بدي ودعكم بوسات كتير كبيرة لألكون الى اللقاء